السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب والطالبات في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفسه عنوان درس جديد اليوم سأتكلم عن إثراءات وهي عبارة عن دروس سابقة تم تعلمها معكم سابقا وقبل البداية لا ننسى دور وأهمية تمرينات الإحماء كذلك لا ننسى بالاستعداد بالملابس الرياضية الملائمة والمناسبة وشرب كميات كافية من الماء تعالوا نشوف تمرينات الإحماء لهذا اليوم التمرين الأول الجري في المكان مع رفع ركبتين بالتبادل ويلا مع بعض سعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين مجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم يا أبطال ومجموعة ثالثة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان امتازين يا أبطال ومجموعة رابعة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان احسنتم يا أبطال ومجموعة آخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف ممتازين يعطيكم العافية راح نعيد نفس التمرين مجموعة ثانية ولكن بأداء أفضل ويلا مع بعض استعد ابتدي واحد مين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان احسنتم يا أبطال مجموعة ثانية واحد مين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين ومجموعة ثالثة واحد مين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان احسنتم مجموعة رابعة وأخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف احسنتم يا أبطال تعالوا نشوف تمرين الإحماء التالي الوث في المكان مع فتح الرجلين والذراعين عاليا ويلا مع بعض استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين ومجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم يا أبطال ومجموعة ثالثة واحد اثنين ثلاث أربع أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين يا أبطال ومجموعة رابعة وأخيرة واحد اثنين ثلاث أربع أربع خمس ست سبع ثمان قف أحسنتم يا أبطال راح نعيد تمرين مجموعة ثانية بأداء أفضل يلا مع بعض استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين مجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم يا أبطال ومجموعة ثالثة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين ومجموعة رابعة وأخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف أحسنتم يا أبطال يلا نشوف تمرين الإحماء التالي نوضع الوقوف فتحا ثني الجذع لليمين واليسار مع رفع الذراع بالتبادل ويلا مع بعض استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين ومجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم مجموعة ثالثة واحد مين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين مجموعة رابعة وأخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف أحسنتم يا أبطال زي ما اتفكر نعيد تمريين مجموعة ثانية بأداء أفضل ويلا مع بعض استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان مجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم يا أبطال مجموعة ثالثة واحد ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ومجموعة رابعة وأخيرة واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان قف، أحسنتم يا أبطال نشوف تمرين الإحماء التالي من وضع الرقود على الظهر وثني الركبتين ووضع الكفين بجانب الرأس رفع الكتفين والجذع للأعلى ويلا مع بعض استعد ابتدي واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان ومجموعة ثانية واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان أحسنتم يا أبطال ومجموعة ثالثة وأخيرة واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان قف، ممتازين نشوف آخر تمرين للإحماء من وضع الرقود على الظهر والكفين أسفل الظهر دفع وتحريك رجلين للأمام مع رفع الرأس عاليا يلا مع بعض استعد ابتدي واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان أحسنتم مجموعة ثانية واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان ممتازين يا أبطال ومجموعة ثالثة وأخيرة واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان قف، حسنتم يا أبطال يعطيكم العافية وكذا انتهينا من أهم تمارين الإحماء وكذا نكون جاهزين لممارسة أي نشاط رياضي تعالوا نشوف درسنا لهذا اليوم اليوم راح نتعلم التصويب من الوثب بطريقة صحيحة وأيضا التعرف على بعض مواد القانون والتعامل مع الفوز والخسارة بطريقة إيجابية التصويب من الوثب في كرة السلة تؤدى المهارة وفق الوصف الفني التالي التوقف في عدة أو عدتين عند استلام الكرة التوقف في عدة أو عدتين عند استلام الكرة أيضا الوثب لأعلى مع رفع الكرة أمام الرأس الوثب لأعلى مع رفع الكرة أمام الرأس بحيث لا تعوق رؤية السلة إذن من أهم النقاط الفنية في هذا أو في هذه المهارة مهارة تصويب من الوثب في كرة السلة التوقف في عدة أو عدتين واستلام الكرة والوثب لأعلى مع رفع الكرة أمام الرأس بحيث لا تعوق رؤية السلة أيضا التصويب والمتابعة كما في التصويب من الثبات التصويب والمتابعة كما في التصويب من الثبات يكون التخلص من الكرة عندما يصل الطالب أو الطالبة إلى أعلى ارتفاع بعد الوثب نلاحظ هنا هذا يعتبر أعلى ارتفاع بعد الوثب عندها يكون التخلص من الكرة والاستعداد للتصويب ويكون الهبوط في حالة اتزان دون الاندفاع للأمام أو الرجوع إلى الخلف ويرواع عند أخذ خطوات ما قبل الوثب أن تكون قصيرة وسريعة فإذا يكون التخلص من الكرة عندما يصل الطالب أو الطالبة إلى أعلى ارتفاع بعد الوثب ويكون الهبوط في حالة اتزان دون الاندفاع إلى الأمام أو الرجوع إلى الخلف ويرواع عند أخذ خطوات ما قبل الوثب أن تكون قصيرة وسريعة أيضا أبناء الطلاب والطالبات سنتحدث عن أهم القوانين في لعبة كرة السلة يتم احتساب النقاط بإدخال الكرة داخل السلة عن طريق تسديدها ويحسب بنقطتين ومن الممكن احتساب ثلاث نقاط إذا تم تسجيل من تسديد الكرة من خارج قوس الثلاث نقاط وتقسم مباراة كرة السلة الدولية إلى أربعة أشواط والمدة الزمنية للشوط الواحد عشر دقائق ويتكون كل فريق من خمسة لاعبين يتكون كل فريق من خمسة لاعبين ويدير المباراة ثلاثة حكام من داخل أرض الملعب بجانب حكام الطاولة وظيفتهم هي تسجيل النقاط التي يحرزها كل فريق وضبط وقت المباراة وتسجيل الأخطاء الفردية على اللاعبين إذن من أهم القوانين أبناء الطلاب والطالبات في لعبة كرة السلة يتم احتساب النقاط بإدخال الكرة داخل السلة عن طريق تسديدها ويحسب بنقطتين ومن الممكن احتساب ثلاث نقاط إذا تم تسجيل الكرة من خارج قوس الثلاث نقاط وتقسم مباراة كرة السلة الدولية إلى أربعة أشواط المدة الزمنية للشوط الواحد عشر دقائق كذلك يتكون كل فريق من خمس لاعبين ويدير المباراة ثلاثة حكام من داخل أرض الملعب بجانب حكام الطاولة وظيفتهم تسجيل النقاط التي يحرزها كل فريق وضبط وقت المباراة وتسجيل الأخطاء الفردية على اللاعبين أيضا من أهم القوانين في لعبة كرة السلة والتي لا بد أن يتعرف عليها الطالب والطالبة التنطيط المزدوج لا يجوز تنطيط الكرة باستخدام كلتا اليدين وتحسب في تلك الحالة مخالفة على اللاعب وسينتقل الاستحوان من فريقه إلى الفريق الآخر أيضا لدينا حمل الكرة لا يجوز اللاعب مسك الكرة بالوضعية التي تكون فيها يد اللاعب أسفل الكرة حيث هذا يعرضه إلى مخالفة تسمى حمل الكرة وستكون النتيجة فقدان استحواذ على الكرة لصالح الفريق المنافس أيضا الإعاقة غير القانونية لتسجيل الهدف حيث لا يجوز اللاعب اعتراض الكرة وهي فوق السلة إذن نؤكد على هذه النقاط المهمة في القانون التنطيط المزدوج لا يجوز تنطيط الكرة باستخدام اليدين وتحسب في تلك الحالة مخالفة على اللاعب وسينتقل الاستحواذ من فريقه إلى الفريق الآخر أيضا حمل الكرة لا يجوز اللاعب مسك الكرة بالوضعية التي تكون فيها يد اللاعب أسفل الكرة حيث هذا يعرضه إلى مخالفة تسمى حمل الكرة وستكون النتيجة فقدان الاستحواذ على الكرة لصالح الفريق المنافس أيضا الإعاقة غير القانونية لتسجيل الهدف حيث لا يجوز اللاعب اعتراض الكرة وهي فوق السلة أيضا من النقاط المهمة في لعبة كرة السلة وفي الرياضة بشكل عام وهو التعامل مع الفوز والخسارة بإيجابية أثناء النشاط البدني يسمى المنافس الذي يظهر روحا رياضية سيئة بعد خسارة لعبة أو مسابقة ماذا يسمى؟ يسمى الخاسر السيء كما أن الأشخاص الذين يظهرون روحا رياضية سيئة بعد الفوز يسمون فائزون سيئون ويتضمن سلوك الخاسر السيء لهم الآخرين على الخسارة وعدم تحمل مسؤولية الأفعال الشخصية التي ساهمت في حدوث الهزيمة والتفاعل مع الخسارة بطريقة غير لائقة وتبرير الهزيمة وسرد الظروف المعاكسة أو غيرها من المشكلات البسيطة التي أدت إلى الهزيمة ويتصرف الفائز السيء بطريقة سطحية بعد فوزه مثل الاعتداد بفوزه وإثارة عصاب الخصوم بالفوز وتقليل درجة تقدير الذات لدى الخصم من خلال تذكيره دوما بمدى سوء أدائه بالمقارنة بأدائه حتى إذا نافست جيدا لذا فإن على معلم ومعلم التربية البدنية مراعب ذلك أثناء مشاركة طلابهم وطالباتهن في الأنشطة التنافسية إذن أبناء الطلاب والطالبات تحدثنا في درسنا لهذا اليوم عن إثراءات تم تعلمها سابقا وهي عبارة عن مهارات تم دراستها في وقت سابق من أهمها تصويب من الوثب بطريقة صحيحة أيضا التعرف على بعض مواد القانون والتعامل مع الفوز والخسارة بطريقة إيجابية شكرا لكم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته